لماذا ندرس هذا المتن؟ أي متن الدروس المهمة؟ لماذا لا ندرس غير هذا المتن من الكتب؟ لأننا طلاب والطالب لا بد له في طلبه للعلم أن يرجع إلى العلماء الربانين ورجعنا العلماء العلماء نصحوا بهذه الرسالة ثم لأنها على ما سمها المؤلف مهمة لو قال لك قائل نعم هذه مهمة لكن مهمة لعامة الأمة وانا لست من عامة الأمة أنا طالب علم نقول طيب نسألك عما في هذه الدروس أجبت فالحمد لله فأنت أعلم من عامة الأمة وإن لم تجب ترى أنت لا تصلح أن تكون حتى من العامة العامة أحسن منك تعلوا ما يتكبروا على العلم والعلماء هذا سبب الدراسة أيضا أي كتاب تقتني مجرد أن تأخذ كتابه وتقتني كتاب ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ تقرأ المقدمة والفهرس بالمقدمة تعرف الصلاح المؤلف وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب هذا أقل ما يقرأ في الكتاب قبل أن تضعوا في الرف الدروس المهمة على ماذا تحتوي؟ على دروس أهم هذا الدروس أو ملخص هذا الدروس ما يتعلق بحفظ القرآن وما يتعلق بالتوحيد وما يضد التوحيد إلى الشرك ثم يتعلق بالصلاة والوضوع الطهارة ثم تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم الآداب والأخلاق الإسلامية ستة أشياء من يعيد عليه؟ يعيد أشياء ستة أعيدنا ما يتعلق بحفظ القرآن توحيد الصلاة طهارة الصلاة على الميت وتجهيز الميت والأداب والأخلاق سهل جدا نعم أستاذ عصا أبو عصا ما يتعلق بحفظ القرآن لا أحد يتكلم نعم ما يتعلق بالتوحيد وما يضد التوحيد الشرك الصلاة طهارة التجهيز الميت الصلاة عليه والأجاب والأخلاق